العز بن عبد السلام والصالح اسماعيل بعدما تولى الصالح اسماعيل الايوبي حكم دمشق وهو اخ الصالح ايوب الذي كان حاكما لمصر تحالف الصالح اسماعيل مع الصالبيين في عام 1239 ميلادية لمحاربة اخيه نجم الدين ايوب في مصر وكان من شروط تحالف الصالح اسماعيل مع الصالبيين ان يعطي لهم مدينتي صيدة والشقيف وان يسمح لهم بشراء السلاح من دمشق وان يخرج معهم في جيش واحد لغزو مصر فثار العالم الجليل العز بن عبد السلام وكان آنذاك امام المسجد الاموي ومفتي دمشق وخطب على المنابر ينكر ذلك بشدة على الصالح اسماعيل ويعلم في وضوح وصراحة ان الصالح اسماعيل لا يملك المدن الاسلامية ملكا شخصيا حتى يتنازل عنها للصالبيين ولا يجوز بيع السلاح للصالبيين وخاصة ان المسلمين على يقين ان الصالبيين لا يشترون السلاح الا لضرب اخوانهم من المسلمين ونتيجة لذلك قام الصالح اسماعيل بعزل سلطان العلماء العز بن عبد السلام من منصبه في القضاء وقام بمنعه من الخطابة وامر باعتقاله وحبسه اشتركوا في القناة